اشتركوا في القناة اصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا ارضا نتكلم عن تفسير رؤية عطية الميت للمسافر وارضا هنتكلم عن الشخص العادي طبعا المشتر عند كثير من الناس وانا دايما نركز على النقطة دي لما بتعرض لهذه الموضوعات اخذ من الميت رؤية محمودة الميت ياخذ من رؤية مزمومة هو ده صحيح ولكن ليس شرطا يعني ليس على طول الخط ان اخذ يبقى محمود ياخذ مني يبقى مزمومة ليس شرط طبعا ممكن يديني مثلا لحم فاسد طعام فاسد وانا باخذ منه تبقى رؤية محمودة لا طبعا قضية المسافر حينما يرى ميت ويعطيه ما يؤكل او ما يشرب سواء اذا كان طعام عادي او لحم او او الاخير رؤية هنا لها معنين المعنى الاول بصفة عامة عودت هذا المسافر لاهله على خير باذن الله وهيرجع مجبور الخاطر المعنى التاني طالما يأخذ من الميت ما يؤكل او ما يشرب هذه الرؤية تدل على الرزق الكبير الذي سوف يأتي للرأي في الفترة المقبلة سواء اذا كان مسافر او غير مسافر وحيانا اعطاء الميت لي في المنام ربما تدل على انني شخص اعاني من ضوائق مادية ديق في المعيشة كل ده يزول باذن الله تبارك وتعالى وسوف تزول هذه الضوائق المادية تحديدا واحيانا تدل هذه الرؤية ليست على تدل على ضوائق مادية وربما تدل على مشاكل او مصائب او كوارث او هموم او احزان وبإعطاء الميت شيء يؤكل او يشرب ربما تدل على تخطي هذا الرأي لبعض مشاكله او عقباته التي يمر بها في الفترة المقبلة اعطاء الميت لطلبه يعني الشخص الرأي ده لسه بيدرس في الدراسة يدل على النجاح والتفوق في الدراسة باذن الله تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة